أكيد طبعا مباراة مهمة النهاردة تخطية كبيرة من قناة الأهلي بداية طبعا من زملائي فيروز وحامزة يا يحي حامزة ثم كابتن عبدالله حميد حسن بشكرهم شكرا جزيلا أكيد مكملين معاك وأيضا محمد فاروق سعد بشكرهم شكرا جزيلا النهاردة للتخطية الكبيرة لهذه المباراة مباراة القمة 114 أكيد من خلال قناة الأهلي وتخطيتنا دي نتمنى كل التوفيق لفريقنا فريق النادي الأهلي في مباراةه الأخيرة في هذا الموسم 2016-2017 تكملت هذا الموسم بخير إن شاء الله وتكسير أرقام قاسية من خلال هذه المباراة مباراة القمة الأهلي والزمالك يا رب إن شاء الله يكون يوم جميل يوم سعيد من خلال نجمنا اللي هيكونوا معنا في الستوديو عايزين نقول أن البعض بيراها مباراة مباراة خاصة مباراة لها طعم خاص وزا ما بقول مباراة للتاريخ دايما مباراة الأهلي والزمالك البعض بيراها بهذا الشكل وهذا التخيل ولكن في بعض آخر بيقول أن المباراة ما لهاش أي لازمة أو أي زمن تحصيل حاصل لأن أهلي حسم الدوري بشكل كبير من أسابيع كبيرة الزمالك في المركز التالث وأيضا ضمن مركزه في هذا المركز ولكن طبعا النقطة هنا مين اللي هيكون ماشي بشكل مناسب أو بيتخيل الشكل المساعتقد الجاز الفني للنادي الأهلي عايز يكسب النهاردة عشان يكمل الأرقام القاسية بالنسبة له أيضا أنه يخلص بطولة الدوري من غير ما يكون اتهزم في أي مباراة أيضا تكسير للأرقام القاسية في هذه المباراة بشكل عام أو بشكل خاص النادي الزمالك حتى الآن من عشر سنين لم يهزم النادي الأهلي فيه بطولة الدوري ممتاز وبالتالي يهم كابتن حسام البدري أيضا كمدير فني ويمكن سبع مباراة لكابتن حسام لعبها في هذه المباراة مباراة القمة ولم يهزم من نادي الزمالك فكل دي أرقام قاسية بالنسبة لنادي الآلي أيضا نادي الزمالك يهمه أنه ينهي هذه البطولة أو هذا الدوري الممتاز اللي ما حصلش عليه أو كان للحظ أنه يحصل عليه بنتيجة جيدة أيام أمام غريمه التقليدي بشكل طبيعي فبالتالي النقطة دي مهمة لجمهور نادي الزمالك والعائمين نادي الزمالك لكن في الأول في الآخر أنا بشوف النهاردة الضغط النفسي اللي برا اللي مش موجود نتيجة أنه ما فيش جمهور نتيجة حصمة الدوري حصمة بشكل كبير هيبقى ليه عامل أساسي من خلال فكر كل مدرب من المدربين لازم نشوف مباراة ممتعة من خلال الجراءة فيه التشكيل الجراءة فيه الشكل الهجومي بالنسبة لهذه المباراة أعتقد أن المباراة للمتعة نتمنىها إن شاء الله مباراة للمتعة وأيضا عايزين نفتكر أن النهاردة نادي الزمالك موجودين النهاردة في مباراة زي ما بنقول قمة الشهيد والقمة 114 هي قمة الشهيد النهاردة طبعا تكريما لشهداء القوات المسلحة كل التوفيق لفريقنا فريق نادي الأهلي ونشوف مباراة جيدة من الفرقتين كلام كتير عن الفنيات وكلام كتير عن الضغط العصبي والضغط النفسي في هذه المباراة هل هنشوف مباراة جيدة هنشوف مباراة ما فيهاش أي حذر من الفرقتين ونشوف مباراة ممتعة فنين خصوصا إن احنا خلاص دي آخر مباراة فيه الدوري الممتاز 2016-2017 نتمنىها جيدة ونتمنىها